النهاردة حبايبي حنابل مع بعض بديل اللحمة المفرومة من غير اللحمة خالطة اللحمة المفرومة مع الصجر اللي احنا بنتستخدمها يعني في كل الحشوات يعني معظم الحشوات زي بطاطس محشية لحمة مفرومة مكرونة بالبشاميل بتحتاج لحمة مفرومة صنية رؤاء كده يعني فالنهاردة هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة جدا وزي ما بتتعامل كده ايه في معظم المطاعم يعني فتعبوني عشان تشوفوا معايا السر الرهيب لعمل اللحمة المفرومة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في اللاف مطبخ طلباتك اوامر مع حنان الورائي تعرفين الاول كده حبيبي نصلي كده على رسول الله على افضل الصلاة والسلام ونشوف عن احتاج ليه اه معايا كيلو من البطاطس طبعا هي مش في الوصفة النهاردة اه فخلينا في الوصفة معانا اه عني احتاج اللحمة المفرومة اه حبة من الفلفل الرومي اه كبير متقطع ومعايا بصلاي مقطعها وده كده فول السوية اه فول السوية بيبقى بيتجيبيه من عند من السوبر ماركت بيبقى مجروش اه فأنا اخدت كوباية كده صغيرة وانا اعطاها كده هوت في حبة شربة صغيرين شربة لحمة اه فدي سر السر السر طبعا اللي هي هتديلك طعم اللحمة ولو ما عندي كيش شربة فانت بتنقعيها في مياه عادي وتابعيني برضو عشان تشوفي معايا بيئة الخطوة اه دي الكوباية الصغيرة اللي انا ورتها لكم هي ديت الكوباية اللي كملوها فول السوية ولقعتها مع شوية صغيرين كده هوت بالشربة وستها يعني عشر دقايق وبعد كده رحت عصرة اه بعد كده معايا بقى ايه شوية اه زيت اه يعني اقل من الربع في انجلت زيت يعني حوالي اه اربع معالق زغيرين اه اربع معالق من اللي احنا بنكل بيها ديت زيت ودلوقتي بحط بقى ايه البهارات البهارات اه لما بتحطيها على فول السوية اه فدي بت يعني بتديلك النكهة اللي انت عايزها يعني عايزها بتعمل اللحمة المفرومة طعم اللحمة فانا بحط يعني مكعبين كده من الدجاج بنكهة اللحمة اه معلقة من بهارات اللحمة اه ربع يعني اه نص معلقة صغيرة من القرفة بالبدرة وبنحط الملح اه والفلفل الاصمر يعني معلقة كده صغيرة اه نص معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر وبتحط البهارات اللي انت عايزها بس تكون بهارات خاصة باللحمة اه بعد كده اه بحط كده في الزيت البصلاية اللي انا مقطعها والفلفل اه وحبت الفلفل وبشوحهم كده اه في الزيت على البقلية عبوتية زي وتوبية اه سياء واطبعاى ايه اه انا كنت اضع البهارات زي ما اشوفنا اه الفول الصوية بتشكلية زي ما اتعايزة يعني انت عايزة تعبريها في الناكهة الدجاج اه فانت بتحطي بهارات دجاج جاء عايزة تعبيلي لحمة مفرومة استخبي Until your Kai Back in the اه فيها فانت بتحط ومعلقة صالصة زي بحدة شايفين عشان يديني اللون بتاع اللحمة ياعن كده اه بحط دها كله كده هوت اه بحط بال kompl topic كدهات ايه على البصلية وبقلبها بعد كده هوت طبعا هي كده بتاكن طعم طبعا انا حطيت البهارات وكله كل حاجة حطيتها اللي هي بتاعت اللحبة السبع بهارات اللي هي بتاعت اللي بتتحط على اللحبة ارفة بودرة حطيت فلفل أصبر مكعبين كده من مرأة الدجاج بنكهة اللحبة كده يعني فأنت بتحط البهارات اللي انت عايزها لو حطيت حاجات بهارات للدجاج فبتطلع بعيكي الطعب مختلف مختلف يعني فأنا كده خلصتها خلاص وزي ما احنا شايفين بتنبى الشكل بتاعها شكل اللحبة المفروبة بالزبطة المعصجة ونفس الطعب بتاع اللحبة المفروبة يمكن فيه مطاعم بتشتغل بالطريقة دي وبتعمل أكلات وفيه ناس يعني ما بيبوش وغديب بالهم اللي ديك مش لحمة مفروبة فده كده اللي هي بفول السوية يعني فده كده طريقة سهلة وبسيطة طبعا فول السوية طبعا إيه لما تعبيروا الوصفة ديك يعني وفضل إيتي ما تعملهاش على طول لأن زي ما فول السوية بيباليه فوائد له أضرار يعني كترة الاستخدام بفول السوية فما يبقاش غلط يعني يعني كل فيه بقى وفيه لبا تيجي تعملها بس مش اللي انت تعمليه الوصفة ديت يوميا يعني يعني مرة في الشهر حاجة زي كده فماشي ما فيش أي مشكلة بس مش بالكترة مش اللي انت تعملي بتشغلي بفول السوية على طول عشان زي ما ليه فوائد ليه أضرار بس أنا حبيت لنا أقدم لكم الطريقة يعني طريقة مديل اللي نحمل بالمفرومة لأن احنا عارفين اللي سعرها بقى غالي فده مديل مديل اقتصادي وسهل وبسيط يعني اللي انت تعمليه بمكن تستخدي بيها الحشوة ديت اللي انت تعملي بيها صلية رؤاء بمكن تعملي بيها مكرورة بشامل اللي بمكن تعملي بالطريقة ديت بطاطس محشية بدل اللحبة المفروبة تعملي بالطريقة دي وعلى فكرة أنا عمل بيها البطاطس اللي أنا كيلو من البطاطس كنت جايباه وقشرتها ومقوراه وخدت التأوير وحمرته وحمرت البطاطس والتأوير عم حطه على مديل اللحبة المفروبة اللي أنا عملتها دلوقتي وهقلبه معيه وعمل بيها اعمل صلية بطاطس محشية لحمة مفروبة بس من غير لحمة مفروبة وحنزل لكم بقى ايه الطريقة في فيديو تاني ان شاء الله بس بطولش عليكم بس النهاردة حبيت لنا افتكو يعني لو بعدكيش لحمة سعر اللحمة غالي مش قادر ارجي بيها فممكن تعملي الوصفة ديت بس مش بيها يوميا بأكد برضو يعني نعم مرة في الشهر وكده يعني فماشي ما فيش مشكلة مش عيبة في منها اي اي ضرر يعني فأتمنى حبيبين انتو تكونوا استفادتوا من نهاردة وممكن تعملي بيها برضو زي ما قلت لكم صالية رؤاء او صالية جلاش باللحبة المفروبة يعني تستخدم البديل ده وقت بديل سهل وبسيط وممكن تجيبي فول السوية يعني على حسب ما انت عايز نجيبيه بيتباع في السوبر ماركت فول السوية المجروش فممكن بتاخدي منه شوية صغيرين يعني هنكون بها صغيرة عاملين الكمية ديت يعني الكمية دي كافة اللي هي التحشيلي الكيلو من البطاطس اللي انتو ايش شايفينه فطبعا الكيلو يعني تلو جبتي الكيلو من فول السوية يوضع عندك كتير فممكن تجيبي نصف كيلو وتستخدي بيه نصف كيلو كفاية يعني اللي انت تعبيري بينه وصفات لان لي مش كل يوم هتعبيري هتعبيري بيه فطبعا بس تحتفظ بيه في التلاجة ممكن تخطيه في برطمان كده في التلاجة وايوضع عندك فترة طويلة واتمنى حبايبي اللي انتو تكونوا استفدتم النهاردة بالطريقة ولو استفدتم فضلا وليس امرا تشجعوني كده وتدعبوني باللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل للاس كتير اللي هي تشوفوا وتستفد منه وتستفد ببديل اللحمة المفرومة تنفعنا في جميع الحشوات والطريقة دي برضو بأكد برضو تاني فيه ناس بتبقى شغالة بالطريقة ديت في المطاعم وفيه ناس بتطلب واجبات وكده وبيبقوا مش واغدين بالهم اللي دي مش لحمة مفرومة لان طبعا انتو بتشكيلي فول السوية البهارات اللي انتو بتحطيها فيه بتشكيليها بس السر الشربة الشربة اللي اقعت فيها كان عندي شربة لحمة وانا اقعت فيها فول السوية فطبعا دي بتخليلك كبان بتساعد اللي الطعب يطلع معاك بفيش فرق خالص برضو كبان على اللحمة المفرومة شكرا ومشاهدة السلام عليكم